السلام عليكم و مرحبا بكم جديد على قناة الاستاذ الافتراضي معكم بخوف سوف نعطيكم مجموعة ديال الحجاج والتعريف والافكار المتعلقة بموضوع الحرب اي لاغي و اللي كتكونوا مطالبين انكم تكتبوا موضوع عليه خاصة بالتلاميذ ديال التانية باكالوريا او المترشيحي الاحرار في الامتحال جيهوي حر. الى كنتوا اول مرة كتتعرفوا على القناة ديالي فما تنسوش تضغطو على زر الاشتراك و الى اعجبتكم لافيديو فما تتبخلوش عليها بلايجيم وبلايبارتاج ديالكم. بالنسبة لهذا الفيديو هذي فغادي نتطرقو الثلاثة ديال المحاور واللي اول هم لبوان ديال المواقف اللي مدعمة بحجاج باش هكدا تعبرو على الرأي ديالكم في الحرب الى مثلا نتطرقوه بشي سؤال خاصة الاسئلة الاخيرة من الامتحان جيهوي حر ولا الفروض بحيث كتكونوا مطالبين انكم تعتبرو رأي ديالكم حول الحرف في الجوج ديال الجمال ولا جملة واحدة فقط. دون كديرا اعطيكم بعض المكتراحات. كدلك اعطيكم مجموعة ديال تعريف طبعا ديال الموضوع ديالنا ولي هو الحرب. ثم ديزاغيمو حجاج متنوعة ولي كتلا امتابعة ديال الموضوع ولي غادي توضفوها اكيد في لبوان ديالكم. دون كنبدأو بلي پوان ديالكم مطالب ممكن نقولو إلا كنتونتو ما مع الحرب فاتقولو جي پونس كلا غير غستا موية افكاس لجيتم. كنشوف ان الحرب كتبقى واحد الوسيلة فعالة وشارعية ولا قانونية باش الواحد يدافع على الوطن ديالو. كنشوف ان الحرب يحافظ على الوجود ديالو خاصة مني كتكون الدولة اللي في هالحرب فحالة تدفع فالحرب فالحالة كتخلينا نحافظ على الوجود ديالو. اه سولون مونتسكيو حسب مونتسكيو كنعرفو ان هذا مفكير وفيلاسوف اللي كان كيهتم بزاف ما هو سياسي وكذلك عين المجتمع عنده بزاف ديال المجالات كيف يفهم فيهم. انا هنا لاش اعتمد انا ندخل فيلاسوف لانه مثلا في التانية باكالورية كتقرأو كونديد والاوبتيميس مي الطابع ديالها واحد القصة فلسفية. دونك كل ما دخلنا اراء فلسفية ولا اسماء فلسفية. فغادي يكون احسن وغادي تكونوا اكثر اقناعا بالنسبة للمصحح ولا بالنسبة للأسد ديالكم. غادي نزيد نأكد على مونتسكيو فهو اه فيلاسوف ديال القرن اه 18 يعني عصر الانوار بحالو بحال فولتاغ يعني في نفس الموجة اللي كي يعتمدوا العقلانية والعلم والدفاع للحريات والتسامح وكذلك العادل ما ندخلوش بزاف هذا الموضوع ونرجعو الحجة ديالنا. وملاحدة مني كتعطي واحد الجملة مقتبسة من اقوال ديال شي فيلاسوف كبير ومعروف فهدي كتسمى لعجمون ديال حجة ديال ربما السولة اللي كي تسمى عجمون ديالنا ونفس الحال لعنا في العجمون ديالنا. دون قنا سلون مونتسكيو حسابا مونتسكيو لعجمون ديالنا. دون قنا سلون مونتسكيو حسابا مونتسكيو حسابا مونتسكيو حسابا مونتسكيو و هؤلاء واخرون عندهم الحق انهم يعلنوا الحرب باش يحفظوا باش يحفظوا على الوجود ديالهم ولا على البقاء ديالهم. كنشوفو ان هاد الاقوال هادو ملائمين مع الحجة ديالنا اللي هي انكم مع الحرب. ننتقلو لنماذج اخرى من الاراء اللي هي معارضة طبعا. فنقولو جو سي توتالما كنتخ لاغ كار يلون جندر دي ديالهم. انا ضد بشكل كولي ضد الحرب لانها تخلف خسائر باشرية ناتوريل طبيعية امام ايكوناميك و حتى خسائر اقتصادية. نمشيو الحجة اخرى ولي هي جو ديزابخوف لاغ انا كنتقدو لك نرفض للحرب لانها تسبب لنا الموت ديال العديد من الابرياء تلك الانفان مثل الاطفال, الفام النساء و الفيهو الشيوخ. ننتقلو دابا التعاريف ديال الحرب ولي طبعا خديتهم يعني كيف ما هو ما ماشي تعاريف اللي انا كتبتهم فالا غيره سي تن كوفلي ارميد انتخو الگروب. هاد التعاريف اللي اعتدتكم هو التعاريف ديال الفيلسوف مع كل شان الاسم ديالو. دونك لا غيره سي تن كونفلي ارمي انتخو غوب. الحرب هي صراع مسلح بين جماعات. ستنيه بارين تونسيون ايتيك مدعومة بواحد الحمولات قيمية و اخلاقية. انه بجيكتف بوليتيك و انكادر جوريديك و محملة ايضا بواحد الهدف سياسي و مؤطرة طبعا باطار قانوني. بالنسبة لها التعاريف هذا نوعا ما مركب فهنا غادي نعطيكم تعاريف اسهل اللي لقيتو في الدكسيونر طبعا. غيره سي تن كونفليكتوية. الحرب هي وضعية صراعية انتخ دو و بلزير بيه بين دولتين او اكتر ايطا غروب سوسيو مجموعات اجتماعية انديودي افراد او او سو لت اغمي معا او لابدون قتال موسلاح. انتخ دولتا لتعرف اللي بسيط عليهم بجوج لا غير ديزيني دي رابور كونفلكتويل. الحرب كتشكلينا ولا كتعليني كتعليني لنا علاقات صراعية كي سراغل بللت اغمي اللي كتحسم ولا اللي كتحل بقيتال و لا صراع موسلاح. انديو دفند عن تاريطوار عن دروة قصدا دفاع عن وطن ولا عن حق ولا دوني كونكيري ولا مثلا استرجاع ديال هاد الحقوق هادي او دفاع تخيوم في او من اجلي نصر فكرة معينة. كانوا هادو التعاريف اللي كن اقترح عليكم. بالنسبة للموضوع ديال الحب فغالبا ما كيمشي معاه لبلون اناليتيك غالبا الاساتي دا كيقول لك مثلا اعطينا الاسباب والنتائج والحلول. احيانا كيقول لك مثلا اعطينا الرأي ديالك بحال اون غيفليكسيون و هكا تعطيشي نص اللي كتدافع ولا كتندد به بالحرب فممكن تستغلو النتائج اللي غادي نعطيهم لكم باش هكذا تدفعوه للفكرة ديالكم. دونك انا هنا في هذا الفيديو غادي نعطيكم الاسباب والنتائج والحلول يعني احتراع من البلان اناليتيك. اذا بالنسبة لكوز ديال الحرب فا اولا عندنا لزنتره ايكوناميك دان بيه المصالح الاقتصادية ديالش دولة الهيقوية ديالش دولة اللي هي قوية. كي ستخدوز بغلد ديالش ديالش دولة الهيقوية ديالش دولة اللي كتتجم بالرغبة في استغلال تروات طبيعية لبلدين اخر. دونك هاد الرغبة هادي ليس possoتتقل لش vegetables آلاتاقي كتدفع بها الكوية يعني Lin lar dos الهادگوية الدولة الفيديا للريخ客 الاسباد المثال الالكتر ملا prize ision ديال الخريرض في لمهار الكوب من طرف الامريكا. كيذر كتنا من يمكنها قوية ديالش 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 دورة في الريكوين هاد امريكا يعني هاد الاخيرة تقدر تستاغل ولا تستافد من الحقول ديال البترول كان عارفوا ان امريكا دخلت العراق بحجة ان العراق كتقوم بتصنيع اسلحة نوابية وكذلك من اجل فك الحروب اللي كانت اهلية في العراق فكانت هذه حجة باش انها باش انها تستاغل المصادر والخيرات ديال العراق وخاصة فيما يخص البترول نمشيو الحجة نمشيو السبب اخر سيختان بيه نسون بساتسفه دللغ رسورس او دلغ سوپرفيسي ناشنال بعض دول ما مغير رادية على الموارد ديالها ولا على المساحة ديالها الوطنية الان مهن ديالغ ديالغ يعرف ديالغ جوغراثي ديالغ فابل اذا تقوم وكتعلن حروب ضد دول اللي تعتبر ضعيفة توه اكسباندغ لغ تغيطوار باش انها توسع من المجال الجوغرافي ديالغ ها ايطالي لغ پووار باح انها تبدد ولا تكبر السلطة ديالغ ها يمكن أن نخذ كمثال الحركة الإمبريالية للأسف بالنسبة للحجة الثالثة فقدتها بحيث أني دونت لها نتيجة أخرى اللي قلت فيها أن الفاناتيسم غوليجيو والدفيرانس غاسيال إثنيك كوز لغير وضربت المثال بالحرب الأهلية لغير انتغيور اللي وقعت في العراق في السنوات 2014 حتى لـ 2017 وكذلك كانت حرب سابقة في 2013 حتى الأفنسة جوكوز نتقلو دابا النتائج فأول نتيجة اللي قطر حاليكم نقولون أن نقلو أن نقلو اللي نمبر إكزوربيتان دي غريين بالإضافة إلى العدد الدخم والالكابير والعدد المهويل ديال المحاربين اللي كي تيحو اللي كي موتوا في معركة ديال فساحة ديال الحق لزيور سيبيل العديد من المدنيين إنسان أبرياء تخوف لامور كي يلقوا لحاتف ديالهم اللي كي يموتوا لغير دالجيري الحرب ديال الجزائر أهل سول غير هي بوحدتها أهل تخيني للموت ديال أكتر من مليون شخص نتيجة أخرى بالنسبة للحرب وهي نقلو اللي دي تخوي لنفخص تركتور ديال بي كتضمر لنا البنية التحتية ديال الدولة كي يكوز إن إن غيسيسيون إيكوناميك اللي كتخلف لنا ركود اقتصادي كي أنجندر اللي كيخلف أيضا من بعد بلوتار ديفار قوبليم سوسيو اللي كيعطينا بزاف ديال اللي كيعطينا مختلف المشاكل الاجتماعية وهي نتجة أخرى من بينها اللي شماج البيتالة اللي كيعطي الفاقر اللي كيعطينا بزاف ديال الدولة الفريقية نتيجة أخرى وهي اللي كيعطينا نتي تلووت خاتر نتمنى للموت ديال 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 دمار شامل دون للموت ديال 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 الحلول. فالحلول اللي كنقترحة أولا نقولو فاوريزي لديالوغ انتخو لديفرون peuples دي موند تخاوير لرنكتر كالتوري سبورتي بي أكتستيك يعني نزيدو نشجعو الحيوار بين مختلف شعوب ديال العالم عبر اللقاءات التقافية والرياضية والفنية qui رابخوش لأشخاص ديور كوان دولتان اللي كتقرب لنا الأشخاص من جميع أنحاء العالم. حال آخر وهو مقولو فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حل آخر اللي كنقترحو عليكم المجموعة ديال الحلول اللي هي صغيرة وانتو ما أضبطوها على حساب البروديكسون ديالكم نفكروا في المصلحة الجماعية وإيقارتوا السوكية ونبعدوا للمصالح الشخصية ممكن أيضا تقترحو كحل الانتردكسون ديال فابريكسون ديال زرم يعني نمنعو الصنع ديال الأسلحة اتسترا دون كانو هدو مجموعة ديال المقترحات بالنسبة النصائح اللي نقدر نعطيلكم في هاد الفيديو وباش تعقلو على لزرقيمو يعني كون هاد الفيديو فعال هو أنكم تدونوا عندكم مثلا الحجاج انتو ما شفتو مجموعة ديال الأسباب النتائج الحلول مثلا تاخذوا دفتار اكتبوه بحال تدخل موضوع اللي هو الحرب وديروا الأسباب وعوارض النتائج وعوارض اللي غاديسكتبسوهم طبعا هاد الفيديو كذلك بالنسبة النتائج والحلول إلا كنتي كتحس براس كضعيف يعني ما عندكش قاع المستوى في الفرنسية فأفضل طريقة وأنجع طريقة هي أنك تقوم بالحفظ ديال هاد الحجاج اللي كان عطيكم لأنه أنا كتبهم طريقة اللي هي سليمة لغويا ولا تمنحي ديال المصطلحات فكل شي صحيح دونك انتو ما مني غادي تحفظوا هاد الجمل هادو ركما غادي تحفظوا حاجة صحيحة علش كنقول أنكم تحفظوا لأنكم أولا غادي تكتسبوا مصطلحات كذلك طريقة ديال التعبير والأسلوب اللي غادي يمكنكم وخا ما تلاقوش مثلا مع الموضوع ديال الحرب تعرفوا توضفوه لا غادي غادي ينفعكم وتوضفوه في موادع أخرى لأنكم كتسبتوا مجموعة ديال الجمل كتسبتوا بطريقة غير مباشرة كيفاش كتكوّل الجمل وهكذا بالنسبة اللي كي حس براسه عنده مثلا مع الفرنسية نقص نوغي الأفكار فهدي الفرصة أنك تاخذ الأفكار من هاد الفيديو وتكتبهم بسياغة ديالك في الدفتار ديالك طبعا اللي الدفتار يكون مستقل ما ماشي الدفتار ديال الفيزيك وتكتب فيه مثلا الحجاج ديال الحرب نو دفتار مستقل اللي يكون خاص غير بلا بخوديكسون وحبه دا لو يكون خاص غير بالأستان الفترادي والبخوصومة ولي تدونوا فيه أي حاجة جديدة حاجة اللي هي مهمة هي ما تعكزوش غالبا نكون شي كي يكذب على راسه وكيقول أنا ما عنديش المستوى أنا ما غاديش نقدر نحفظ لا راق غير أنه نحفظ ونهو درجة غاد نهار ما غاديش تحفظ من بعد غادي تلقت تأثير ديال المجهود ديالك وخا ما غاديش تعرض وخا ما غاديش تعرض هات الشي اللي كان عطيك كيف ما هو ولكن غادي يعاونك في واحد اللحظة اللي تكون مركز فيها فالأفكار غادي جيوك بكل سهولة نتمنى ما نكون شطولت عليكم وإلا عجبتكم الفيديو فطبعا ضغطوا على زر الضيق وإلا بغيتوا تساعدوا القناة فما تبخلوش عليها بالبرتاج وقبل ما نمشي نخلي لكم الانستغرام ديالي اللي هو اللي كنحط فيه الصور اللي كتكون من اللي فيديو باش هكدا تحتفظوا أكتر بليزر غيمو وكذلك أي حاجة كنحطها في القناة فكنحاول ما أمكن أنني نحطها على شكل صور في الانستغرام ديالي دونك كنتم نتجمو على الانستغرام وتتابونوا فيه باش هكدا يوصلكم كل جديد إلى ذلك أتخذ خيب يانتو